بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس التاسع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن علامات الساعة وكنا قد ذكرنا فيما سبق العلامات الكبار مجملة وفي هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله سنذكرها مفصلة وأولها ظهور المهدي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقض الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة قال العلامة السفاريني رحمه الله وقد تكاثرت الروايات والآثار بأمر المهدي قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم واسم المهدي محمد بن عبد الله من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها عدلا وقصطا وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن رضي الله عنه لما ترك الخلافة لله جعل الله من ولده من يقوم بالخلافة بالحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض وهذه سنة الله في عباده أن من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه وقد اختلف في شأن المهدي قال العلامة السفاريني قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام قد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم انتهى أقول وقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط فالطرف الأول من ينكر خروج المهدي مثل بعض الكتاب العصريين الذين ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم وإنما يعتمدون على مجرد آرائهم وعقولهم والطرف الثاني من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الظالة حتى ادعت كل طائفة لزعيمهم أنه المهدي المنتظر فالرافضة تدعي أن المهدي هو إمامهم المنتظر الذي ينتظرون خروجه من السرداب ويسمونه محمد بن الحسن العسكري يقولون إنه دخل سرداب سامر طفلا صغيرا منذ أكثر من خمسمائة سنة وهم ينتظرون خروجه والفاطمية يزعمون أن زعيمهم هو المهدي وهكذا كل من أراد التسلط والتغلب على الناس وخداعهم ادعى أنه المهدي المنتظر كما أن من أراد الدجل والاحتيال من الصوفية ادعى أنه من أهل البيت وأنه سيد وأما الوسط في أمر المهدي فهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي على ما تقضي به النصوص الصحيحة في اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته ووقت خروجه لا يتجاوزون ما جاء في الأحاديث من ذلك ولخروجه أمارات وعلامات تسبقه ذكرها أهل العلم قال العلامة السفارين قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام قد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم إلى أن قال بعد ذكر الأحاديث وقد رويا عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة عن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة ثم قال السفاريني في بيان سيرة المهدي قال أهل العلم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل على السنة ولا يترك سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعها يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أولا يملك الدنيا كلها كما ملك ذو القرنين وسليمان ابن داود عليهما السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد إلى المسلمين إلفتهم ونعمتهم يملأ الأرض قصطا وعدلا كما مليأت ظلما وجورا يحث المال حثوا ولا يعده عدا إلى أن قال وأما بيعته فيبايع في مكة المشرفة بين الركن والمقام ليلة عاشورا ويهاجر من مكة إلى بيت المقدس إلى أن قال وقد اختلفت الروايات في مدة ملك المهدي ففي بعضها يملك خمسا أو سبعا أو ستا بالترديد وفي بعضها ثلاثين وفي بعضها أربعين منها تسع سنين يهادن الروم فيها ويمكن الجمع على تقدير صحة كل الروايات بأن ملكه متفاوت الظهور والقوة فيحمل الأكثر باعتبار جميع مدة الملك منذ البيعة والأقل على غاية الظهور والأوسط على الأوسط إلى أن قال رحمه الله ثم يستمر المهدي حتى يسلم الأمر لروح الله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويصلي المهدي بعيسى عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة وهي صلاة الفجر ثم يستمر المهدي على الصلاة خلف عيسى عليه الصلاة والسلام بعد تسليمه الأمر إليه ثم يموت المهدي ويصلي عليه روح الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويدفنه في بيت المقدس وقال السفاريني أيضا ثم يخرج رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدي حسن السيرة يغزو مدينة قيصر وهو آخر أمير من أمة محمد يخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم قال ونقل العلامة الشيخ مرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبي الحسن محمد بن الحسين أنه قال قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يأم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه يعني صلاة واحدة وهي الفجر كما مر انتهى أيها المستمعون ذلكم هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صفاته الفارقة ووقت خروجه وسيرته وقد ادعى المهدية جماعة من الظلال في وقت مبكر عن وقته ولا تنطبق عليهم صفاته وإنما أرادوا بذلك التغرير بالسذج واستغلال هذه الشخصية لمطامعهم الخاصة فأظهر الله كذبهم وفضح باطلهم ولا عجب فقد ادعى قوم النبوة وافتروا على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وقد أخزاهم الله في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويكفينا شر لائمة المضلين والمحتالين الدجالين الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم